يا أهلاً يا أهلاً هل جلال كوتور تفوقت على نفسها المرة دي عاملة إبداع خرجت بره كل سنديق اللذاذة والألوان الخطيرة دي يعني إيه فوستان منت جرين ومعاه تطريز باللون الكشمير أو البينك أو الليلة مع الكشمير مع البينك والتطريز رقيق رقة والكلاش بتاعة الفوستان حلوة حلاوة لأ ولقيت إيه شارب نفس درجة الألوان كمان ده إيه الهانة ده تعاليلي بقى تعاليلي بقى وتفرجي على الورد اللي يهبل ده مع الموديل اللي عامل زي البوترفلاي كده حاجة إيه ده ما هزا الرقي أنا بصراحة انبهرت بالفوستان ده وبإنه برى التوقعات موديل ما شفتوش قبل كده خالص عند هالة جلال وما شفتوش عمتا يعني تركيبة تريشيك دربي كده على الواسع حاجة ألجنت أميراتي خالص والورد رهيب الفوستان ده يمكن يكون ديجافيو شفناه يعني قبل كده بس الحقيقة إنه التطريز بتاعه راقي رقي بيش حتة زيادة والفولينات اللي في الجنب دي يعني مش بتبين أي تخن ولا أي حاجة نرجع بقى للموديلات اللي ما شفناهاش قبل كده عند هالة جلال كوتور ما هزيه لازازة يا هالة دي بقى حضرتك جامب سوت اه جامب سوت وعليها اسمها ايه الشيفونة دي وداخل فيها بقى التطريز رهيب رهيب بقى الوان كده ما تشافتش خالص قبل كده الأبيض في البنك في البودروز في الكشمير وعى البنتلون وعى الكتف وحاجة بقى ما حصلتش موسيقى